وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 19 طن مواد غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان لمواد غدائية وغير غدائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 9 أطنان كما تم ضبط 611 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 53 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 22 طن أقماح محلية